السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الاثنين عشرين ايار مايو القمر اليوم موجود في برج الميزان لغاية الساعة عشرة وثلاثة وثلاثين دقيقة مساءا بتوقيت جرينيتش من مساء اليوم الاثنين وطبعا خلو مسار طويل مستمر ورح ينتقل القمر زي ما حكينا الساعة عشرة وثلاثة وثلاثين دقيقة مساءا من الميزان للعقرب ورح يظل موجود بالعقرب لغاية الساعة ثمانية وثلاثة وعشرين دقيقة من صباح يوم الخميس وايضا اليوم في عنا حدث اخر هو انتقال الشمس الي رح تنتقل من برج الثور لبرج الجوزاء بالنسبة للقمر بما انه موجود ببرج الميزان معناته موجود هو الان في منزلة الزبانية وهي منزلة للفساد والقطع والمشاكل ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة ثنتين وخمس دقائق عصرا من عصر اليوم الاثنين بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الاكليل وهي منزلة للربح والحماية والثبات والسلامة والصداقة والاستمرار الجيد يعني فترة تقريبا بتصير افضل ولكن خلو المسار هو اللي بيخربها القمر بما انه ما زال موجود في برج الميزان معناته بتظل فترة فيها نوع من انواع تعزيز العلاقات العاطفية او الرابطة العاطفية ولكن ممكن انه الفترة هاي لانه فترة خلو مسار انه يكون فيها نوع من انواع التوتر او الغيرة او العصبية او الشك في بعض الامور فعشان هيك بتكونوا حذرين طيلة اليوم من هاي المسألة وتحاولوا قدر الامكان ضبط الاعصاب اهم اشي انه بالفترة هاي تستغلوها باعمال او مشاريع مشتركة وايضا ممكن تهتموا بالترتيب او تزيين او ديكور المنزل او المكتب او شراء شيء جميل ومميز ولكن مش ثمين طبعا بالنسبة للزوايا الفلكية والاحداث الفلكية اللي اول شيء عندنا خلو المسار اللي ذكرناه في حلقة الامس اللي رح يبدأ الساعة ثلاثة وثمانية او بدأ الساعة ثلاثة وثمانية واربعين دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش من عصر يوم الاثنين اللي هو موعد بث الحلقة تقريبا بيبدأ خلو المسار وبيستمر لغاية الساعة عشرة وثلاثة وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش من مساء يوم الاثنين يعني بمعنى آخر قيلت اليوم عنا خلو مسار هذا بيعني أنه هذا اليوم لا يصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال الأعمال اللي بدأنا فيها قبل خلو المسار يعني عمل أنت بدأت فيه قبل خلو المسار وإيجا خلو المسار وإنت بادئ فيه كمل معناته ما فيه أي مشكلة ولكن أنك تبدأ الشيء بفترة خلو المسار ما هي طبعا ما رح تكون نتائجها إيجابية بالنسبة للحدث الثاني هو انتقال الشمس اللي رح يكون الساعة 12 و59 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينتش من ظهر اليوم الاثنين رح تنتقل الشمس من برج الثور لبرج الجوزاء يعني أعياد موليد برج الجوزاء كل عام وأنتم بكل خير ورح يظل الشمس موجود في الجوزاء لغاية الساعة 58 دقيقة من مساء يوم الخميس 26 لا تنتقل بعديها لبرج السرطان طبعا لا شك إن وجود الشمس في الجوزاء أي برج هوائي بتمنحنا طاقة فكرية كبيرة وطاقة حركة ونشاط غير معتاد وبتمدنا بالرغبة في التغيير وبتجعلنا أشخاص فضوليين نبحث عن أجوبة لكل شيء بدور حولنا وبرضو بتنمي فينا شعور قوي بالتمرد والعصيان أو الحرية أو الخروج عن القواعد والقوانين طبعا بيستفيد مع موليد برج الجوزاء هم موليد الأبراج الهوائية عندنا مثلا موليد الميزان أو موليد الدلو وأيضا موليد الأبراج النارية اللي هم الحمل والأسد والقوس الحلقة صارت موجودة على القناة اللي حابب يأخذ استفادة كاملة ويعرف توقعات شهر كامل كيف رح تكون مجرياتها يسمع الحلقة اللي نزلت عن الشمس بالجوزاء الساعة عشر وثلاث وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش القمر خلاص بنتقل بيستقر في برج العقرب عشان هيك من ساعات المساء المتأخرة جدا متأخرة يعني بتصل منتصف الليل بالأردن أو بالشرق الأوسط فما منعرف الحل الوسط لا في تصرفاتنا ولا في علاقاتنا يام نحب يام نكره يام نتقرب يام نبعد يام نتواصل مع الغير يام نقطع العلاقات وبيلعب الجنس دور مسيطر جدا علينا وعلى حياتنا احنا بحاجة للتحكم في عواطفنا وتصرفاتنا بشكل جيد وخاصة الأشخاص اللي بيعانوا من مشاكل أو ضغط عاطفي لأنه ممكن عند أي انتقاد أو أي مواجهة ينفجروا في أي شخص موجود مقابلهم حاولوا قدر الإمكان ما توجهوا انتقادات أو كلمات جارحة يمكننا الاهتمام فيما يتعلق بشركات التأمين أو الضريبة أو البنوك أو قراءة رواية أو مشاهدة فيلم مغامرات أو اتخاذ قرار مهم أو شراء منزل مثلا ولكن ما بنصح في فترة خلوة المسار لو تأجلوها لأيوم الثلاثاء بيكون أفضل بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية لإلها طبعا اليوم في خلوة المسار ما بنصح بالعمليات الجراحية إلا إذا كانت اضطرارية وخصوصا طيلة اليوم لأنه عندنا الأعضاء الحساسية اللي هي الكلة والحالب والمثانة البولية الأوردة الجلد كعضل اللمس إذن عمليات التجميلة بنستثنيها تماما اليوم والبن الكرياس والأنسلين وأسفل الظهر والزايد الدودية هاي الأكثر حساسية طيلة اليوم في ساعات المساء طبعا بعد ما ينتهي خلوة المسار بصير عندنا الأعضاء الأكثر حساسية لأعضاء التناسلية المستقيم الشرج الإحليل الغدد التناسلية والمبايد لبروستاتا عظم العانة والجينات هاي بتصير من ساعات المساء والأيام القادمة طالما القمر موجود في برج العقرب إذن اليوم بسبب خلوة المسار إذا كان متفق على العملية ما قبل ما في أي مشكلة لإجراء العملية ولكن نحاول قدر الإمكان إنه إذا في مجال التأجيل إنها تتأجل وتأكيد موعد خلال فترة خلوة المسار على موعد العملية يعني ما بأخذ فيه بشكل كبير لو تتأجل اتخاذ القرار أو تحديد اليوم ليوم آخر بيكون برضو أفضل طبعا بالنسبة لعمليات التجميل ما بنصح فيها الحقن والجراحة خلال هذا اليوم لا يصلح لإزالة الشعر الزائد حتى قص الشعر تجميلي ممكن ولكن صبغ ما بنصح إنه ممكن والقص العلاجي أيضا لإنه برضو خلوة مسار ما بنصح فيه القمر بما إنه رح ينتقل لبرج العقرب خلوة المسار القادم بيبدأ تمام الساعة 7 و27 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش من صباح يوم الخميس وبيستمر لغاية الساعة 8 و23 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش يعني قرابة الساعة تقريبا خلوة المسار صباحا أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المكتمل عمر 12 يوم في تمام الساعة 1 و44 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينتش بصغير 13 يوم نسبة الإضاءة 93% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثور ورح تنتقل للجوزاء ورح تضل في الجوزاء ليوم 26 سعيدة بنسبة 70% القمر في الميزان ورح ينتقل في ساعات المساء زي ما ذكرنا على العقرب ورح يضل في العقرب ليوم 23-5 منتحس الآن بنسبة 10% ساعات الظهر سعيد بنسبة 15% ولكن ساعات العصر برجع منتحس بنسبة 10% عطارد في الثور حتى يوم 3-6 سعيد بنسبة 15% وزهرة في الثور حتى يوم 23-5 سعيد بنسبة 30% المريخ في الحمل حتى يوم 9-6 سعيد بنسبة 15% والمشتري في الثور حتى يوم 25-5 منتحس بنسبة 10% وزحل في الحوت حتى يوم 29-6 سعيد بنسبة 30% وأورانس في الثور حتى يوم 1-9 سعيد بنسبة 30% ونبتن في الحوت حتى يوم 2-7 سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الدلو بيتراجح حتى يوم 2-9 منتحس بنسبة 10% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لمواليد برج الحمل طبعا بيتركز اهتمامكم حول تدعيم شراكاتكم من الآن طيلة النهار لغاية ساعات المساء ممكن تتعرض لبعض الاستفزازات أهمش أنك ما ترد عليها باستفزاز آخر واضبط عصابك قدر الإمكان لمصلحتك ممكن يعني هيك يصير فيه نوع من أنواع إيش يعترض طريقك أو ظرف صعب أو تضطر لإخفاء سر أو تقديم بعض التنازلات حاول قدر الإمكان تبعد عن المشاكل خلال هذا اليوم واتخاذ قرارات حاسمة وانتبه للصحة أما في ساعات المساء انتقالوا للعقرب بتنهمكوا في أمور تتعلق بالأموال المشتركة تنظيم أموركم المالية أهمش برضو تنتبهوا لصحتكم بتلاقي أعمالك يعني صدى طيب أهمش أنك ما تتكاسل بل سارع للعمل دون مماطلة ودون أعذر برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعاً بتكون تواصلوا أعمالك اللي بدأتوا فيها من قبل وحاولوا أنك ما تبادروا لعمل جديد حاول أنك تعمل بشكل روتيني باكر لعملك ما تسمح للواجبات بالتزامن أو بالتراكم وما تضيع وقت وتلتهي عن أعمالك أو بالأعمال الغير ضرورية وحاول أنك ما تهمل وضع صحي أو مهني ونظم جدوى الأعمالك وابعد عن المشاكل مع زملائك بالعمل أما بين ساعات المساء فهونا بترغبوا في تعزيز شراكاتكم تتعقد بعض الأمور وممكن تطرأ بعض البلبلة أهم شيء خلي علاقاتك مع شركائك بالمال والعاطفة عقلانية خلي فيه نوع من أنواع التفاهم بدون افتعال أي مشاكل برج الجوزاء بالنسبة لمواليد برج الجوزاء بوسعكم قضاء وقت ممتع مع أحباكم خلال هذا اليوم وممكن تفرحوا لإنفراج مسألة ضاغطة فترة جيدة منعشة للعلاقات للتحالف ولكن بدك تحاذر من المتاعب والوعكات الصحية اللي ممكن تأثر على أحد الأحبة أو ممكن أنت يكون عندك ضغط عاطفي أو ضغط نفسي اتجاه الحبيب ضبط العصاب مطلوب حاول أنك مات بالغ أو تراهن على الحضوض خلال هذا اليوم في ساعات المساء بيبدأ العمل بالتراكم لديكم بتتزامن الواجبات وبتصعب وممكن تضطر للعمل وقت إضافي حاذر من المشاكل الصحية برج السرطان بالنسبة لمواليد برج السرطان بتكون تتجنبوا إدخال أي تغيير على مسكنكم أو شراء قطعة أثاث ثمينة للبيت ولا تسمح لنفسك بالإنجراف وراء انفعالاتك راح تركز على الأمور اللي تتعلق بالعائلة وبالمنزل والشمس بتقترب من بيت المتاعب إذن الضغوط راح تكون كبيري على المستوى العائلي أو المسائل الشخصية أو ممكن يكون فيه قلق حول أحد الأحبة حاول أنك تكون مرن أو روتيني بالعلاقات العائلية وتكون تتواصل بليونة بدون ما تعصب في ساعات المساء والأيام القادمة بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم والتفاهم معهم وبتفيدك الاتصالات واللقاءات الأجواء بتصير إيجابية دعملة إلك لكن لطف الأجواء واعد العلاقات لطفعتها بتنال ما بترغب وبتنتصر على كل الاعتبارات وممكن تحل مسائل عالقة أو كانت مستحيلة برج الأسد بالنسبة لمواليد برج الأسد طبعاً اللي عنده تنقلات بده ينتبه أثناء قياته للسيارة اللي عنده نشاط بدني أو حركة بده ينتبه أثناء الحركة من الإصابات وأيضاً يعني ممنوع شراء أجهزة إلكترونية أو سيارات في هذا اليوم لأنه بالعكس ممكن يكون فيه أعطال تتعلق بهاي الأمور واللي بده يتقدم لإمتحان بده يستعد بشكل جيد تتسارع وطيرة الحياة بتكثر الاتصالات والتحركات عندك فترى فيها بعض الإيجابية أو ممكن يجيك خبر أو تنجز بعض الأعمال ولكن عصبيتك وتسرعك ممكن يخرب عليك كثير من الأمور في ساعات المساء بتفضلوا التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية وبوسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة ولكن بدكوا تتجنبوا توبيخ الأحبة أو لومهم وممكن تقلق بشأن مسألة عائلية أو شخصية برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء بدكوا تحذروا من أي خطوة مالية جديدة خلال هذا اليوم لا سيما شراء حاجية ثمينة أو المغامرات المالية أو المراهنات أو حتى المضاربات المالية ما ترضى اليوم التعامل مع المبهمات أو الأشياء المجهولة ابحث عن الوضوح لا سيما التفاصيل ساوم وفاوض لاسترداد حقوقك أنت بحاجة لكل التعاطف والتضامن ولكن محمد تكون فريسة سهلة للنصابين والمحتالين أما من ساعات المساء بتنشطوا بالسفر والاتصالات والحوارات والنقاشات وبكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار وبتكثر عندكم النشاطات وبتكون عندك لقاءات عديدة وباستطعتك الدفاع عن حقك والتعبير بوضوح وصراحة عن مواقفك أهم مش أنه ما تتردد بالتحرك برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بتظل ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبتكونوا ناشطين ومتحمسين وبتقوى على الصعاب وبتكون قادر على حسم الأمور لأنه ما زال القمر موجود عندك رغم أنه بشكل خلوه مسار إلا أنه الطاقة ممتازة جدا ممكن تبدأ صفحة جديدة اجتماعية أو شخصية ولكن مهنية حاول قدر الإمكان ما توقع على عقود خلال هذا اليوم تنطلق بعزيمة وحماس صحيح أنه الشك والغيري بسيطر عليك ولكن حاول أنك تتجاوزها في ساعات المساء بتعيدوا ضبط ميزانيتكم أهم شيء أنك ما تتهرب من تقديم المساعدة وبرضو ما تبالغ بمصاريفك كن معتدل وموضوعي في النقاش والمساومة وممكن تهتم لأمور مالية أو استشفائية برج العقرب بالنسبة لما وليد برج العقرب طبعا ما زال القمر موجود في بيت المتاعب لغاية ساعات المساء معناته بظل التعب مسيطر عليكم وحاولوا أنه ما تقحم نفسك في أعمال صعبة ومعقدة لأن الجو فارغ من أي حسم أو أمل ما في داعي للمغامرة أو المجازفة وما تحسم أمر وما تكون بطل بناسبة العمل الروتيني فقط لا غير اعمل بشكل روتيني عشان تطلع من الضغط بيطرق تغيير للأفضل على صحتكم ابتداء من ساعات المساء في ساعات المساء القمر بوصل عندك بتستعيد حماستك وبتنهمك بإدخال تعديلات أو تغييرات على روتينك أو على مظهرك وبتقوى نسبة نجاحك وبتشتد عزيمتك وبتنقلب المعطيات من تلقاء ذاتها لصالحك برج القوس بالنسبة لمواليد برج القوس طبعا بتنشطوا بين الأصدقاء حاول إنك ما تعمل وحيد بل شارك وساعد وتعاون مع الغير لتحقيق النجاح المطلوب بتفرح بوجود أحد الأصحاب وممكن ترفع عن نفسك في لقاء ودي طبعا الإعلاقات الاجتماعية هي اللي راح تكون ممتازة بالنسبة لإلك ولكن ما تفرض سلطتك على أصدقائك وحاول تخلي كلامك واضح بدون انتقادات وممكن يكون في عندك مناسبة أو يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أما في ساعات المساء بتكون تنتبهوا أكثر لصحتكم لأن القمر بوصل لبيت المتاعب لا توقع على عقد ما تبدأوا عمل جديد لأنها هاي فترة فارغة من الحظ حللوا الأمور بهدوء وابتعد عن الأضواء وما تقرر على شيء عشان ما تخيب أمالك وحاذر من البلبلة والالتباسات يعني بمعنى آخر الفترة فترة الأيام القادمة العمل بشكل روتيني لغاية صباح يوم الخميس حاول إنك ما تبادر بشيء مهم وضروري بدون ما تتأكد من كل معطياته برج الجدي بالنسبة لما وليد برج الجدي طبعا بتكون تواصلوا أعمالك اللي اعتيادية ما تبادروا العمل الجديد وظف طاقتك بشكل جيد على عمل واحد على علاقاتك مع المسؤولين كرر المحاولات السابقة صحيح أخطائك ابحث عن الدعم ما تضعف وما تثور لبعض الشروط والاعتبارات ولكن بدك تحاذر من إثارة العدوات أهم شيء وحاول إنك ما تجازف بسمعتك بالمغامرات والمجازفات حاول إنك تعمل بشكل روتيني وبهدوء أما من ساعة المساء هنا بتلتقوا الأصدقاء بإمكانك تبادروا لملاقات الآخرين في منتصف الطريق ببيط ما إن بالكم لأنه ممكن تجدوا حليف يدعم تصوراتكم وبرضو ممكن يصلك خبر كنت بتنتظره برج الدلو بالنسبة لما أوليد برج الدلو طبعا اليوم تحديدا اللي بدي يتقدم لامتحان أو مقابلة بده يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحدود هذا واحد فترة جيدة نسبيا تعطيك بعض الفرص ولكن ممكن تروج لمشاريعك بنجاح بدون تسرع بدون ما تعتمد على الحد بتكون اتصالاتك مع الخارج ناجحة أهم شيء إنك ما تتردد في تكرار المحاولات بشجاعة حاول إذا كان عندك سفر أو عندك تنقلات تنتبه على الطرقات وإذا عندك سفر تأكد من تذكرتك وموعد طيارتك وكون قبل الموعد وتفقد أمتعتك أهم شيء وخلي علاقاتك مع محيطك جيدة أما في ساعات المساء بتنجحوا في المحافظة على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية ممكن تخضع على عدة تجارب مهمة أهم شيء إنك ما تضعف وما تجازف بسمعتك وحاول إنك تقوم بواجباتك على أحسن ما يمكن وقدم أفضل المستطاع برج الحوت بالنسبة لما وليد برج الحوت بدكوا تتجنبوا أي شراكة مالية وتتفحصوا حساباتكم المشتركة بتطالعك فترة مربكة بعض الشيء ممكن تقلق بشأن عائلي أو شخصي أو بيتعلق بمستند أو بملف بدك تكون متيقظة من الأوراق والمعاملات وما تهم الأوراقك ولا توقع على أشياء بدون ما تركز فيها وتستشير أهل الإختصاص بعض المشاكل ممكن إنك تحلها هذا اليوم وحاول إنك يعني تحرص على توضيح وجهة نظرك من أي سوء تفاهم أيضا لا تداين حد ولا تكفى الحد أما في ساعات المساء وأنا بتنشغله في مسائل تتعلق بالسفر والاتصالات البعيدة ويعتبر يوم مناسب يعني بداية مرحلة جديدة مناسبة لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان وبعضكم ممكن يبدأ عمل أو يهتم بموضوع دراسي أو أخذ دورة جديدة يعني فترة بتكون ممتازة أكثر فالأشياء المهمة بفضل إنك تأجلها ليوم الغد أفضل هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر